مهم جدا 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 قبل ما انهي الحلقة دي أوري لحضراتكم حاجة حصلت علشان زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي في الحلقة أنا قلت لحضراتكم أنه يا جماعة ما ينفعش أن أنا أقول خبر غلط لما أنا أطلع أقول خبر غلط على النادي الأهلي أو غيري يطلع يقول خبر غلط على النادي الأهلي ورئيس ومجلس إدارة النادي الأهلي ما ينفعش يبقى يجب أن يتم محاسبة الجميع. كل من يخطئ يجب أن يتم محاسبته. ليه أنا أقولي الكلام ده؟ هطلع أشوف الفيديو ده. وحشكوا رحمة طبعا عشان يلحق. يعني يروح عشان عنده تمرين بكرة إن شاء الله. وحرجع أنا بقى أكمل مع حضراتكم. خمس دقايق بالزبط. خمس دقايق هتكلم فيها مع حضراتكم. فيما يخص الفيديو اللي حضراتكم هتسمعون. تفضل. قادت محكمة القهرة الاقتصادية. ببراءة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. من تهمة سب وقف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. وذلك في الدعوة المقامة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك. متهما إياه بالسب والقف والإزعاج. عبر مواقع التواصل الاجتماعي. القناة الأولى في التلفزيون المصري. هي من أذاعت هذا الخبره. عشان كده أنا كنت بتكلم في بداية كلامي. على أن هناك أخبار خاطئة بتطلع. والأخبار الخاطئة بيتم تداولها. زي ما حضراتكم شفتوا كده. يجب أن يتم محاسبة من أخطأ. هو ده اللي احنا عايزينه. يجب أن يتم محاسبة من أخطأ. لأنه الحقيقة ما ينفعش أننا أطلع أقول. وأنا تكلمت الحقيقة في هذه النقطة تحديدا. مع الأستاذ كرم جبر. كلمت في هذه النقطة تحديدا. نحنا ما ينفعش أننا أطلع أقول خبر غلط. وما ينفعش أننا ما تحسبش على أننا بقول خبر غلط. والعالم كله تأكد أن هذا الخبر هو خبر خاطئ. وبالتالي أنا الحقيقة مش متصور أن الموضوع يعدي بهذا الشكل. أنا بس حبيت أوري حضراتكم قبل مقفل الحلقة أن هناك أخطاء واضحة ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته. وبالتالي يجب على الجميع أنه يحفظ مسؤولياته. إزاي خبر زي ده يدس في نشرة الأخبار المصرية على التلفزيون المصري. أنا شخصيا كنت بستند نشرة الأخبار الساعة 9 دي عشان أسمع منها وأشوف منها كل الأخبار. وبالتالي هو خبر خاطئ وخبر غير صحيح. أتمنى أن يتم التصحيح ومعاقبة من فعل هذا أو الوضع هذا الخبر الخاطئ على الهواء مباشرة داخل التلفزيون المصري.